موسيقى ضيفنا الليلة هو السائر الرومانسي الحالم جريء إلى حد الصدمات يتحدى بأفكاره عبر عنا بأفليم ومشاهد على قدر كبير من الحرية تحسب أفليمه لأله ويحاسب من البعض على بعض ما تتضمن من ظاهر وباطن موسير دائما للجدل بقدم مع كل فيلم سينمائي مشكلة برسم الحل مشاكس لأنه غير راضي عن وضع الأم العربية محظوظ جدا ومشتهد أكتر لأنه الحظ لا يصنع السينما ألعنه المخرج الكبير شاهين عندما يتكلم خالد يوسف أرى صورة اختار أنه تكون بديته ضد التيار أثار عاصفة بفيلم الأول العاصفة وحمل أول أفليمه فكر سياسي مباشر سبب دخوله بصراعات طويلة مع الرقابي هو المخرج المشاكس خالد يوسف من فيلم العاصفة زواج بقرار جمهوري مرورا بويجة خيانة مشروعة ووصولا إلى آخر أفليمه هي فوضى وحين ميسرة اختار خالد يوسف موضوعات أثار الجدل لمس الخطوط الحمر وقارب بين الانكسارات العربية والانهيارات الأخلقية تخصيات أفليمه مختارة من فئة معينة بل مثلت مختلف فئات المجتمع المتشابك الخيوط فكان خالد يوسف بمثابة وخز الضمير ما ممكن تجهله وليس مستغرب على من ولدت تجربته من رحم الحركة الطلابية فبعد تخرجه من هندسة الاتصالات لم يجد خالد يوسف ما يستوعب طاقته الثورية فكانت السينما متنفسا لقول ما يرغب من ألفاز رناني خالد يوسف قادر على استخراج الطاقات التمثيلية وتوظيف العناصر الفنية عن تصويره لقضايا المجتمع هو الوريس الشرعي لتمرد يوسف شهين وأبرز من تمكن من فهم روح الأستاذ ليضيف بصمته الخاصة على سينما أشد ما تحتاج أن تكون منبر لرفض كل التشوهات الاجتماعية المخرج خالد يوسف قلو سهلا فيك معنا الليلة بالستجو من بيروت أهلا بك خالد يوسف بيقول أن المخرجين الجيدين هنا نتاج موروث وتراكم خبرات متأثر بصلاح أبو صيف بعاطف الطيب وأكيد مثل ما كلنا منعرف حضرتك تلميذ المخرج يوسف شهين بامتياز وكثير مقرب منه انتأدت يوسف شهين أو أعطيت ملاحظات يمكن على أداءه ببعض الأفلام كتلميذ يوسف شهين كيف تقبل منك أنه لما قلت له أنه حركة الكاميرا شوي سريعة وعنده عصبية لا الأستاذ يوسف ديمقراطي جدا على العكس ما فيه كتير فهمين أنه هو ديكتاتوري هو ديكتاتور بمعنى ممكن أشرحه بعدين بس في الحقيقة هو ديمقراطي جدا أنا في النقاشاتي معاه أنا في النهاية التلميذ الصغير جدا لذلك الرجل الذي يحمل على ظهر ونصف عمر السينما وبالتالي ما فيه حوار يعني فيه لازم يكون يقول كلام أنا أسمع وده كانت طبيعي لما كان بتعني لي أفكار كنت بخافة أولها فهو اللي عودني على فكرة أن أنا أنسى خالص فكرة التلميذ والأستاذ وأتكلم كشخص له وجهة نظر عندي وجهة نظر وعندي رؤية ولكن في حضرة الأستاذ كنا بنصمت هو اللي جرأني وهو اللي قال لي لازم تتكلم ولازم تقول وجهة نظرك وتدافع عنها وفكرني بعلي بدرخان قال لي لما علي بدرخان كان برضو كان من أحد تلمزة الأستاذ وقعد معه أكتر من عشر سنين ويقول لي أنا كنت بقول للعالي لما غلط اضربني فإزاي أنت بتخاف أنا مع المساعدين بتوهي ما ينفعش أكون ديكتاتور لازم أكون ديمقراطي فهو اللي علمنا درس الديمقراطية وهو اللي علمني أن أنا أقول أرائي وكان بيتقبل جدا فكرة أن أنا أختلف معه النقاش بيننا في حاجة يعني أنا اشتغلت مع الأستاذ طبعا فترة طويلة جدا حوالي 17 سنة أنه انه 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 ان وسابق لمفكرين ومنظرين كبار يعني هو بيحس الحاجات وتكتشفي بعد كده بسنوات عديدة إنه هو كان إحساسه سابق فأنا من خلال دراستي لأفلامه أنا عارف الحكاية دي فمتى الأستاذ يوسف فينقاش ويقول لي أنا حاسسك كده أنا أسكت أقول يمكن عمضه حق وأنا اللحمار أدي في وجه شبه في تقارب كتير وأكيد أنت تلميزه وأكيد اكتسبت كتير منه بس شو واجه شبه أنت بشخصيتك وشخصية يوسف شهيد لا ما فيش واجه شبه خالص يعني ما فيش غير في الانحياز يعني هو منحاز للبسطة وأنا منحاز للبسطة هو أنا ابن مدرسة اليسار المصري وتربيت في مدرسة اليسار المصري وميول اشتراكية وهو كذلك فاتلاقينا على قناعات يعني هو مشكلها من زمان صحيح ولكن أنا كنت ما روحت له كنت شكلت قناعاتي كنت حاسم انحيازاتي في الحياة وحاسم منظومة القيمة اللي منتمي ليها فلاقينا فيه تقارب في منظومة القيمة اللي بتحكمني تقريبا بتحكمه انحيازاته واحدة متحدة معاه يعني فيه حاجات كتير جدا قريبة منه لكن طبعا صفات الشخصية مختلفة لانه هو تربى بشكل اكيد مختلف عن تربيتي ثقافته مختلفة عن ثقافتي تربى في جو مختلف تماما عن جو اللي احنا تربنا فيه يعني هو ابن الإسكندرية في التلاتينات والأربعينات مجتمع كوزمو بولتن ومجتمع مفتوح جدا وانفتح جدا احنا ولاد الجيل اللي طلعنا لانه فيه عدو وفيه حرب وفيه يعني الامر مختلف يعني بتقدم دايما مواضيعك من فوق الطاولة مفيش من تحت الطاولة بطريقة مباشرة يعني على قدر المستطاع من الحرية المتطلق إلك طبعا من قبل الرقابة ليش بتوجد دايما المشكلة وكتار بيسأله طب ليه ما بيطرح معه الحل لان الفن فيه ناس كتير قوي مش بغدا بالها ان الفن لا يطرح حلول يعني الفن ينطبق عليه مقولة وحدها الأسئلة طرح الأجوبة عمياء الفن مهمته الأساسية هو إلقاء حجر في بحيرة راكدة فيحرك مهمته الأساسية أن يطرح إشكالية ويطرح تساؤلات على إشكالية ما أو على قضية هو حاسس أنها مهمة عشان كلنا نتناقش ونجد الحل كلنا مش أنا اللي أجد الحل لأن طرح الفن للحل بيصادر على حرية الآخرين في مجرد التفكير ما ينفعش أن أنا أطرح مشكلة خيارات يعني يكون في خيارات لحلول إذا أنت يعني لقي إنه في حلول بيبقى فيه فيجن بيبقى فيه رؤية من قلب التحليل نفسه للإشكالية اللي أنا بطرحها تبقى ليه رؤية ما وليه انحياز ما لكن ما بطرحش الحل الحاسم ما بقولش حل المشكلة دي في كذا وكذا وإلا تحول الفن لمشروع سياسي أو لمشروع حزبي أو يعني الحلول بيجي يعني إلى ناسا يعني إلى وضعه لا يعني الحلول لها السياسيين والمفكرين ومعاهد البحث العلمي يعني ما تيجي تتكلمي مثلا على قضية العشوائيات مثلا مش أنا اللي هطلع أقول في فيلم المشكلة هيت وحلاها يا جماعة عملوا كذا أنت عم تنور بس على المشكلة أنا بحط بعض ضوء على مشكلة وتعالوا كلنا نتناقش فيها عشان نلاقي حلها متى أنا حسيتني المهمة أن العضية دي مهمة ما حوزف من المشاهد أو ما هو باطن يعني بمعناه قديش برأيك بيشغل المخيلة الجريئة يعني الجرئة بمخيلة المشاهد يعني إذا شايفش شيء إيحائي قديم ممكن مخيلته تروح لبعيد يمكن أبعد مما أنت قاصد أكيد بصي هو فيه دايما يعني هو السؤال لوك كذا شك سؤال حضرتك لكن أنا هجاوب عليه بمعنى المباشر دايما الفن بيبقى له درجات للتلقي وإحنا بنبقى حاسبين درجات التلقي يعني ممكن مشاهدي بقاعد جنبك يا تلقى المشهد عكس ما أنت تلقتيه تماما مش حتى قريب منك ده عكسه وهو عنده حق وإنت عندك حق لأن أنت مش وظفتك أنت بتنتهي قضيتك كمبدع بأن أنت بتقدم الفيلم ده للناس وبيبقى في إيد النقاد والجمهور بعد كده هم يتلقوا بالشكل يتلقوا بالشكل فأي إحاق بيوصل لهم حتى لو أنا ما كنتش قصده بابا قصده متى هو أصل لهم ده جزء الجزء اللي هي المشاهد المبتورة من قبل الرقابة أو غيره أنا بشايف أن يعني أنا حتى زي اللحظة أنا عامل سبع أفلام ما حوظف مني قليل جدا يعني هي فوضى يمكن لقطتين ما يزدوش عن عشر ثواني وهو ده كل اللي حوظف لي في تاريخي كله ما حوظفش لي حالي لذلك أنا قلت ما هو باطن هو يمكن بما معناي يعني باطن هو أوقات أجرق هو أكبر ما أنا بقولك الرقابة هي المشكلة بقى مش في الرقابة بتاعتهم الرقابة بتاعتي بمعنى أن أنا عارف أن أنا رايح لرقابة لا مش دميري مش مسألة دميري لا مسألة وأنا بكتب أو أنا بخرج أنا عارف أن أنا هتوجه في النهاية بالمشهد ده للرقابة اللي هي لو عملت فيه كذا هتحزفه لو عملت فيه كذا هتحزفه طبعا أنت مش همتحدلك من إبداعك هيدا الشيء طبعا الرقابة في كل الأحوال قاتلة للإبداع لكن أنت عليك أن أنت في إطار الزرف اللي أنت عايشه بتلعب فن الممكن ما أنت مش ممكن هتقول مدام فيه رقابة أنا مش هقدر أبدع يبقى نستقيل أحسن يعني بالمساحة المعطاة تلق لك بالمساحة المعطاة بتحاول تتحرك فيه وبتحاول تزودها بين بينك برضو يعني نحن بنحاول طول الوقت نزود السقف الرقابي إن إحنا نتمرد شوية ونتخانق شوية؟ على قد ما بنقبل نظرة مستقبلية ثاقبة حقيقة يعني بسنة 92 لما قدمت فيرم العاصفة كان عندك رؤية كتير مميزة بس السؤال كتير صغير شو كانت معطيتك بوقتها؟ أنا معطياتي أن الحصل في سنة 91 الهزيمة الكبرى للأمة العربية بتتصور يعني فيه ناس معتبراً أن هزيمة 67 هزيمة أنا بعتبرها مش هزيمة خالص لأن الهزيمة في التاريخ بتحسب هزيمة إرادة الشعوب لما اتهزمنا عسكرين في 67 الشعب خرج الشعب العربي كله خرج أقل هنحارب كان عنده إرادة النصر أما في 91 لما تحولت عملية تحرير الكويت لتدمير لمقدرات الشعب العربي في العراء لم يملك الشعب العربي حيال هذا الإعلان غير أنه هو قاعدة الكروفوساء وانتحب فكان ده تسليم إرادة تقريباً كانت هزيمة كبرى أعتقد أنها شرخت الضمير العربي كله وأحدثت جرح غائر في الوجدان العربي أنا كنت واحد من اللي جرحوا في الهزيمة دي وكنت أحد المشاركين في المظاهرات اللي كانت بتندد بتحويل عملية تحرير الكويت لتدمير العراء وأعتقد أنها كانت قضية كبيرة جداً لأن الأول مرة بلد عربي تقتحم بلد عربي وتغتصبه وبعدين لما نحررها نجيب الأمريكان هم اللي حرروا فشفت احتلال الأمريكي للعراق كنت شايف طبعاً وشايف في الفيلم نهايته حتى لو هتلاقي في المظاهرة الأخرينية فيه كمان مش مسألة أن أنا كنت شايف احتلال العراق بس أنا شايف أن ده احتلال الأمة العربية كلها يعني اللي بيدرب في العراق بكرة يدرب في الوراق ده حي في مصر ده كانت أحد الهندفات اللي كانت موجودة في المظاهرة لأن أنا بتصور أن البدء بالعراق بيسني بمصر هي أمة عربية واحدة وأمريكا لها أهداف محددة من الفينا وبالتالي لو ما انتبهناش لهذه المؤامرة الكبرى اللي بتحك ضد الأمة العربية هنتاكل واحد والتاني ده كانت رؤيتي من زمان جداً وللأسف مش لحسن الحظ للأسف أن الرؤية تلقت صحيحة والعراق احتلت وصدقت التنبؤات اللي أنا تنبأت فيها في العصفة نحن نرجع شوي لموضوع الأمريكي وهذا الجانب بدي أسألك عن الكوميديا هيك لحظة عن نخفف الكلام الكبير نخفف الدونزي ممكن بلشنا بالإشارة جدية فيلم كوميدي يتيم بعضو يتيم فعلا لحد دلوقتي يتيم يتيم فعلا الزواج بقرار جمهوري كان فيلم كتير حلو طلب موافقة الريس على هيدا الفيلم شو حققت؟ شو كان هدفوها الفيلم؟ الفيلم ده كان في ظل انصحاق السيناء المصرية للموجل اللي سميت كوميديا لكن هي مكتش كوميديا يعني كات مهزلة؟ أعرب أعرب للسكتشات يعني إن الكوميديا كما تعلمناها من أستاذ نفتين أبوهاب ليه عائمة على كوميديا الموقف نستويشن نفسه هو اللي بيدحك فتبقى بقية لكل زمان ومكان يعني هيدا شابنا سؤال اللي بعده شو الكوميديا؟ شو كوميديا المهزلة؟ كيف بنعمل كوميديا؟ ما أنا بقولك يعني الكوميديا اللي كان اللي بتتقدم هي عبارة عن كوميديا سكتش ممكن توصلي أقصى درجة من الابتزال عشان تضحك الناس أو توصلي الإفهات أنية جدا أنية بمعنى أنها ممكن تصلح للصف ده ومتصلحش للصف اللي جاي عشان مثلا في حد سماح حصلت في مارينة فهنقول نقطة عليها في الفيلم ده تابوي سيدي السنة الجاية لما يتقرد الفيلم ما حدش يضحك فأنا كان فهمي للكوميديا بشكل مختلف أن الكوميديا قيمة على الموقف اللي هو لو قعدنا مئة سنة ما نشوف الموقف ده هندحك في مرة قالت أنه مش المنضحك إذا بس شلحوا البنطلون بالضبط بس أنه ممكن بتصير وبيضحكوا كتير ناس عليها هل قدي غلط؟ يعني إذا اعتمدوا على يمكن الأكسسوار على الميكوب والضحك على الملابس على واحد من ضعيف يعمل كتير ناصح هل هذا شي غلط؟ لا أقول شي غلط بس يعني هو في يعني الكوميديا الفرسة أنا لا أحبها وليس منتمي لها يعني أنا لو أعمل كوميديا أنا منتمي لمدرسة فاتين عبداللهار ده كان أستاذي الكوميديا الحقيقية في السينما العربية كلها والغاية دلوقتي أفلامه باقي يعني أنا رأيي ما تشوف فيلم إشاعة حب بتاع عمر الشريف ويسواهبي يسواهبي ده كان رجل تراجيدي يعني صح وبيدحك في الفيلم يدحك في الفيلم عشان الموقف يدحك وعشان فاتين عبداللهار بحط الستوائشن مظهور خلا يدحك أنا منتمي للكوميديا دي أو بحب الكوميديا دي فلما دخلت أعمل جواز بكاري جمهوري كنت قصد أعمل كوميديا الموقف اللي احنا ما عملناهاش بقى أنا زمان قوي وكنت قصد أن مش حقيقي أن الكوميديا مرادف للسطحي يعني هم خدوا كوميديا على أنها كوميديا زي تراجيدي بالزبط ممكن تحملي عليها وصلت أصلا قضية وكانت فيها كمان كتير تلميحات سياسية بالزبط أهداف بدي أسألك سؤال عن الاحتكار بالسينما هذا موضوع صغير احتكار الممثلين بالسينما من بعد تجربة المطربين المحتكرين من قبل شركات الامتاج شو رأيك إذا أنت هلأ حبيت تعمل فيلم مع ممثل وهو محتكر من قبل شركة انتاج والله أنا استضمت بدا زي ما استضم مخرجين كتير بأن أنا شايف أن الممثل فلاني يقدر يعمل الدور أو ينفع يعمل الدور اللي عام دي بس للأسف هو محتكر من منتج آخر أو منتج محتكر من شركة انتاج أخرى أنا شايف أن ده مش في مصلحة صناعة السينما ولا في مصلحة النجم نفسه يعني برغم أن هم هيقلهم أن هم بيوفروا لهم إمكانيات ضخمة جدا عشان يعملوا الأفلام اللي بيحلموا بيها بس الفرايتي مش موجود التنوع مش موجود لو أنت حكر على شركة انتاج واحدة أنت في النهاية حكر على فكر واحد والفكر الواحد ده هو فكر الشركة المنتجة لكن لو أنت حر في السوق أنت هتلاقي نفسك بس تعرض عليك أفلام فيها فرايتي هتلاقي تاريخك في الآخر متنوع هتلاقي نفسك عمدك رصيد فني أكبر بكتير جدا من ما تكون محتكر منهن النجوم اللي بدهم يألفوا ويخرجوا أفلام ويمثلوا ويكونوا كل شي بالفعل وشو مشكلتك معهم؟ أنا مشكلتي أنا بحترم المهنة أنا بحترم التمثيل كمهنة وبحترم المخرج كمهنة وبحترم الراجل المشينيست اللي بيشد الشريودة كمهنة بحترم كل عنصر من عناصر الإبداع لأن السينما في النهاية عمل جماعي 120 بن أدم بيطلعوا ويقعدوا فيها 6 شهور عشان يطلعوا ساعتين على الشاشة فبحترم أن كل واحد يعمل شغلته لو المخرج ما عملش شغلته والممثل هو اللي عمل شغلته هتلاقي الأدوار الارتبكته هتلاقي مفيش هارموني في الحكاية زي ما تشوفي كده أوركسترا قائد الأوركسترا واقف بيشاور للكمانجات تشتغل ما بتشتغلش لتشيله هو اللي بيشتغل بصير في فوضى يعني هتلاقي في فوضى بصير هتلاقي في فوضى مش هتلاقي في عمل فني بيطلع في الآخر لو الأدوار اختلطت لازم يكون فيه مستر واحد لازم يكون فيه صاحب رؤية واحد اسمه المخرج وكل أعضاء العمل كلهم مبدعين في إطار الرؤية بتاعت هذا المخرج ده الفن السينمائي اللي احنا نعرفه يعني رح نحكي عن التدريب القوي اللي بيخضع ولقلو كل المسلين قبل الدور ودورك بتدريبها المسلين رح أرجع للسؤال اللي هو عن التدريبات القاسجة اللي بيخضع لقلو المسلين اللي بيقوموا بأدوارهم معاك هي بتجي أكيد بمصلحتهم هنا وبمصلحة العمل طبعا بيقولوا عنك إنك كتير آسبة التدريبات إلى درجة إنه حتى إذا كيفي عندك دور ممكن أنت تجي شخصيا وتقلو مظبوط كيف يقدي هذا الدور ده طبيعي لأن اللي تعلمته في التمثيل إن في النهاية برضو التمثيل الرؤية بمعنى إن لو خدت مثال مثلا هملت هملت واحد عارف إن فلان قتل أبو اللي هو عمه وغتص بعرشه واتجاوز أمه وقاعد طول الرواية عايز يشوف إذا كان هيعرف يأخذ بطار ولا ده في مخرجين شايفين إن هملت ده متردد لازم كل جمل هملت لو أنا عايز أقول إنه هو متردد لازم أخذ كل جمل هملت اللي فيها معنى التردد وأعمل استرس على معنى التردد في الجملة يبرزها الممثل في النهاية لو أنا أبرزت معنى التردد في كل الجمل من غير ما أعمل أي عنصر آخر يبين هذا التردد المشاهد هيخرج في الآخر يقول والله هملت ده متردد يبقى أنا أظهرت رؤيتي حتى من خلال التمثيل مش من خلال حتى بقية عناصر العمل الفن وبالتالي التمثيل ده حاجة مهمة جدا غير الصدق وغير إن الإحساس يوصل وغير إن لو الممثل مش صادق في إحساسه مش هيوصل للجمهور الإحساس ده كمان الرؤية اللي أنا بكلمك عنها وبالتالي ده حاجة مهمة جدا بالذات الممثلين الجداد لما بيجوا بنخضوحهم الاختبارات في الأول عشان يجتزوا وياخدوا الدور ولما ياخدوا الدور لازم نرعاهم لأنه دول بيبوا أول مرة بيقفوا قدام الكاميرا فلازم رهبة الكاميرا تتشال من عندهم لازم يعرفوا يقولوا الكلام إزاي يقفوا إمتى ما يقفوش إمتى يعملوا استرس إزاي على الكلام يحسوا الكلام إزاي يستحضروا الصورة إزاي يستحضروا الإحساس إزاي إن في النهاية ممثل جهاز استقباله إرسال إزاي هيرسل الإحساس اللي هو حسه يظهر في عينيه فالحاجات دي كلها لازم ترننج لازم تدريب مش قاسي زي ما أنت قلت لكن تدريب جد لازم المسألة تتفننج بيأخذ أكتر شي من المسلين بجدية ليهني نجوم لنحكي هني سلامة اللي اشتغل معك بمعظم أفليمك لنحكي عن سوميال خشاب عن منا شلبي هل هني هالأشخاص بأعمالك بنشوفهم كتير لأنه بيأخذوا بجدية أكتر من غيرهم التدريبات بيلتزموا بلتزموا برؤيتك كمخرج أكتر من غيرهم هو الحقيقة الأسماء اللي أنت قلتها وغيرهم كتير أنا بحب أشتغل معهم لأنهم موهوبين في الأساس وده شرطة أساسي أصلا وتاني حاجة أنهم ملتزمين جدا الالتزام حاجة مهمة جدا في العمل يعني هم بندي درجات للممثل عشان لو فيه اتنين ممثلين يصلحوا للدور بنفس الدرجة بنغلب ممثل عن ممثل بإيه؟ بالالتزام أنه ده هيلتزم في التدريبات هيجي في الموعيد العمل مظبوط مش هيكسل بيعمل هارد وورك يعني هارد ووركر بيعرف يشتغل على الشخصية كل الكلام ده بيبقى مهم جدا لأن مفيش حاجة اسمها نجاح بييجي من لا شيء كونيفة كانت الوجوه الجديدة كمانا لعبتك بمعكل فيلم بتقدم وجه جديد وهني عم تراهن عليهم اللي يكونوا نجوم بالمستقبل يعني هل هو جزء من التحدي كمخرج وكمان عم تقدر تكتشف المواهب الجديدة ويصيروا نجوم مستقبلا؟ بحس انها مسئولية بحس انها جزء من مسئوليتي ان انا متى قادر على ده وماذا متى قادر افرد على السوق يعني ما هي فكرة برضو ان انت تختاري وجه جديد تديه بطولة لو المنتج مش موافق ولو السوق مش راضي قليات السوق مش قبلها مش هتعرف تعملي لازم المنتج يبقى مقتنع ولازم في ظل قليات السوق محددة فمتى توفرت ليك ان المنتج بتاعك موافق على رؤيتك وقابل المجاسفة معك انا بشوف ان اي مخرج يتوفر له الشرط ده لازم يضخ بدماء جديدة في عرق السينما ان هو يكتشف مواهب جديدة من غير تهميش الجيل القبل يعني من دون ما يصيروا مهمشين يعني حتى انت قالت سميت يمكن السينما الشاببي الطغيان كلمة طغيان كبيرة انه طغيط السينما الشاببية هتدمج بين الجيلان بين الوجوه الجديدة الناس المخضرمة وكمان هيدا كتير مطلوب صح؟ اكيد تواصل الخبرات بيبقى مطلوب وانا بعمل كده في كل الافلام يعني من اول العصفة المنتجين عم يعملوا هيك عم يطلبوا هيك ولا عموا دايما بدون الوجوه الجديدة الشابة لا هم المنتجين لهم دايما بيبقى لهم طلب محدد هو ان انت طول ما تقادر تجيب ستار مضمون شباكه شباك التذاكر بتاعوي يبقى احسن لكن انا دايما ما بشتغلش بالنسك ده انا بشتغل في احسن حد لايق للدور مين والحمد لله يعني قادر افرد ده يعني قادر بالتجارب اللي انا عملتها الحمد لله نجحت يعني جبت مثلا عمري سعد في حينما يصرف اخر فيلم بطل مطلق وهو اول مرة ياخد بطولة نجح الفيلم من اكتر الافلام اللي نجحت في السوق السنادي من اكتر افلام اللي نجحت لانا شخصيا اذا بتثبت نظرية كتير مني ها كمان بتشجع مخرجين ومنتجين انو ياخدوا وجوه جديدة ويمثلوا دور بطول بالضبط لانه احنا محتاجين لان في ظل الاحتكار اللي انت كنت تتكلمي فيه من شوية انت عندك الجنات اللي موجودين مثلا خمسة ستة تلت تربحهم محتكرين فانت لازم تجيبي ناس جداد لانك الاتنين اللي هما مش محتكرين او التلاتة اللي مش محتكرين ممكن ما يلقوش للدور هتعمل ايه فلازم تدوري على وجوه جديدة الواصل ما بين الاجيال لابد وحتمي يعني كل فيلم هتلاقي فيه دور الاب ودور العم الام والأب نوال فهتلاقي ممثلين كبار موجودين بمعهم ممثلين لسه لأول مرة وده بيكسب من ده خبرة وده بيكسب من ده شبابه وتلقائيته لان ده برضو على فكرة مفيد حتى الجيل الكبار ان هو يمثل قدام شباب صغير تبقى فيه تلقائية وفيه نظارة كده في الاداء ده بتخلي فيه حالة عند الممثل حتى كبير بتخلي فيه نظارة في طبعا بيستمد نظارة من الممثل ده أكيد لنحكي شوي عن مواضيعك الساخنة بتقول انه البعض بيبحث عن الشهرة لما بيحكي عن المشاكل بس كمان فيه بعض بيقولوا انه انت تبحث عن المشاكل كمان بالمواضيع الساخنة يعني بحسن عن الشهرة لو ببحث عن الشهرة كنت اشتغل شغلانة تانية يعني غير المخرج دايما مش مشهور يعني يعني لو ببحث انا ببحث عن الشهرة ولا تعنيني من بعيد ونموري برغم ان ده اسم البرنامج يعني بس ما يعنينيش بجد كلمة الشهرة ولا تعنيني على فكرة كلمة النجم يعني النجوم انا ببعملهمش كنجوم انا بعملهم كموسلين موهوبين انا ببحث عن مشاكل انا عندي همع عندي هم ما تجاه الناس اللي انا بنتمي ليهم عارف هما بيعانوا من ايه عمدوهم الام شكلها ايه عمدوهم مصاعب شكلها ايه ودايما اي فيلم بعمله دايما بناقش قضية من قضية الناس اللي هي بتعباهم فدي بتعمل مشكلة يعني اما بتناقشي الام الناس بجد ومشاكل الناس بجد او اشكالية حقيقية بتقف ضد صنع المستقبل فهتلاقي كتير جدا يطلعوا يقولولك ايه دا ويعترضوا لان قضية مسيرة للجدل اصلا بس كمان عم بيركزوا على هذا الموضوع انه بحثا عن الشهرة وعن النجاح وايضا انت عفوا للتعبير يعني تستغل المشاكل والعشوائيات وصفحة الحوادث والجرأة لا حتى تكسب شهرة وتكسب ما انا عشان يعني انا عايزة اسألهم اما الاعمل افلام عن ايه عن ليس في الامكان ابدع عن مكان وعمدنا مارينة وعمدنا الغردقة وعمدنا شرم الشيخ وعمدنا مصايب مجتمع الاغناء ما بحبوش ده خلاص الموضوع لا طبعا ده هنيجي الفارت جاي فالمهم يعني فانا بعمل عن مشاكل الناس اللي انا بنتمنيها الناس البسطاء الناس الفقراء دول هما تسعين في المية من الشعب فبعمل عن مشاكلهم او عايزين نعمل عن مشاكل مين انا بعمل عن مشاكل الناس اللي انا حاسس انهم مظلومين في البلد ومش واخدين حقهم مش هعمل عن مشاكل الاغناء رح احكي عن اكيد نظرتك للفقراء ويعني توجهك بهالموضوع كتير واضح من خلال اخر فيلمين كمان اكتر شي بس بدي احكي عن الجانب الرومانسي بفيلم انت عمري رح نشوف مشاهد من انت عمري هيك بتذكرنا بالجانب الخيالي انا واد رومانسي اوي اصلي انا بلشت بهيك على فكرة بخيالي كمان انا حسيته خيالي وحالم الى ابعاد الدرجات منشوف انت عمري ومنرجع نكفي حديثنا مع خالد يصف ايوه تقول كده احنا هنبضل عايشين كوبا بعض لغاية ما نموت كل الحكاية ان احنا بش هنعيش مع بعض وصلت لنا الخيال والرومانسية بس ما كتير صدقنا انه في هالقد مثاليات بالحياة حدا بيضحي بياغلى شخص عنده كرمال شخص تاني عم يتعذب كمان والله ده اللي انا افهمه عن الحب يعني الحب من غير تطحية ما بيبقاش حب والمعنى الحقيقي في الحب ما في حدود للتطحية تطحية كبيرة لا ما فيش حدود للتطحية لان الحب مراضف حقيقي للعطاء يعني عمرك ما تقدري تحبي من غير ما تدي فلما تلاقي حبيبك ده حياته متعلقة بحد تاني لو انت بتحبي بجد بدون قنانية وبدون نرجسية الحب هتلاقي نفسك بضحي بشكل حقيقي فيه انا كمان مشهد اخر مشهد اللي نختم عليه الفين كمان يعني يعني ممكن فهمت انه لانه لانه هي مريضة او لانه هو مريض ومتعلق بحبيبته بس بالاخر ليش هل ربه ابنه ربه سوا لانه شفتوا نعز الاصحاب بالاخر ما تكتناعت انه يعني خلاص اللي راح 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 يعني هالرجل حبيبه راح بايه ابنه كمان ابنه بدت تشاركه مع امرأة تانية مش مش مسألة المشاركة هي مسألة انتفى الصراع اصلا بموت الرجل اللي كان بينهم وفضل حتة منه اللي هو الولد فالتانية هي كمان بتحب اللي هي قامت بدورها نيل للحبيبة بتحب الشخص اللي هو يعتبر حتة من الشخص اللي مت وبالتالي كانت عايزت تقترب منه وعايزت تفضل قريبة منه ده حالة الحب الحقيق اللي انا باحلم بيها خذي بالك من حاجة ان الفيلم ممكن تكون في حالة من الحلم يعني الصراع دايما في الدراما من ايام ارسلغاية دلوقتي الشر والخير الفيلم ده ما فيش الشر في الفيلم خالص اللي الرجل كبشرية ان احنا يبقى صراع نه بين الجميل والاجمل الشر والخير. حلو. فده كان حالة من الحلم. فدي حالة من الحلم حتى لو ما كانتش متحققة على أرض الواقع بس أنا بتصور ان ده الحب اللي مفرودي بموجود. مثلت بهيدا الفين. من بعد ما قلت انه من بعد القاهرة منورة بأهلة مع شهين كان هيك عندك دور. قلت أنا ما بقى رح وقف قدامي الكاميرا. مثلت هيك بدور صغير بلايخ بس مفهمنا ليه. وكمان بيخيانة مشروع كان عندك هيك دور أكبر يعني مثل كأنك عم تمهد لنا أنت مشروع ممثل ومؤلف ومخرج بنفس الوقت. لا خالص. أنا عمري ما كنت ممثل ولا همثل. أنا كل الموضوع ان. ما لقيته حدا للدور يعني. لا خالص. لا لا لا. عمله عمدا. انا هقولك عمدا ليه. انا ابن يوسف جيت اوري له فيلم العاصفة. وقلت له ده فيلم بابا. فقال لي لا ده فيلم يسرة. يا حبيبي لا والله فيلم بابا. فقلت والله يا يوسف لا هطلع لك في كل فيلم لقطة او لقطتين. عشان لما أوريك الفيلم. أقول لك ده فيلم بابا. هتشوفني جوه الفيلم. لغاية ما يوسف اكبر ويعرف يعني ايه مخرج. هتعتزل ساعت التمثل. فاعتزلت فعلا لما كبر دلوقتي يوسف وبقى عنده سبع سنين وبقى عارف. هتلاقي هي فوضى وحين ما يصار انا ما مسلتش فيها. فأنا لغاية ما يوسف. الله خلي لك يوسف واخته كمان. فيوسف هو السبب ان هو اللي ورطت التوريطة دي. لا بس ياريت يوسف ضلم وصر على موقف وهيك ما نشوف كمان بالأفلام. لأنه من من البداية اعتبروك وسيم وأنه فيك تكون قدام الكاميرا. طيب منابي دور على مخرج بقى اكتشفني عشان انا مش لائمة. اه خلاص مش لائمة. انت كمان بتقول هيدا كمان من غرورك كمخرج انه بتحب تكون صانع وليس جزء من ما يصنع. هقولك حاجة انا. يعني مش ممكن تشتغل تحت ادارة مخرج تانا. يمكن مع يوسف شهين. اكيد هقولك لأ. انا هقولك لأ بكل بساطة يعني. لان انا اللي جذبني في الحكاية كلها حالة الخلق. يعني انا لما يوسف شهين قال لي تعال اشتغل معي وروحت ما كنتش عارفة اشتغل ايه. فبصيت على التمثيل وبصيت على كل المهن وما حبيتش غير دور المخرج. لاني حسيت ان في حالة خلق بتحصل. من فكرة فكرة صغيرة في سطر بتتحول لمعالجة سينمائية. ثم الاسيناريو. ثم الحياة كاملة من بناء بمين واصراع. وده بيحب ده وده بيموت ده. هي سيطرة كمان. لمش بسألة سيطرة قدمها. هي حالة الخلق نفسها هي اللي قسرتني. وهي اللي حسيتني ان انت قادر على خلق حياة كاملة لمدة ساعتين على الشاشة. ايه دي الحال اللي انا حسيت نفسي فيها. بترجم فيها افكارك واحاسيسك واحلامك. بالضبط. فكرة ويجا كمان بتحكي عن المسامحة. يعني التسامح. اللي هو كمان هاني سلامة لعب هيدا الدور. تسامح فيها رسالة انا يعني فيها رسالة تسامح حسيت هيدا الفين. ركيد طبعا. وحسيت انه في مشكلة عنا. عنا مشكلة عنا مشكلة بين الاصحاب. عنا مشكلة كبيرة يعني طرحت مشكلة. بالفعل يمكن نوهت فيها عدا عن انه سلبيات الفين كانت انه كتار صاروا يلعبوا ويجا. وما كانوا بالقبل يلعبوا ويجا. وهيدا لعبة خطرة بيزة يعني. مش خطرة لحاجة لانها اصلا لعبة. اذا امنوا فيها. اذا امنوا فيها لكن هي لعبة مش حقيقية اصلا يعني. مفيش حاجة اسمها اروح واشباح وكلام الفاضي ده كلام مش موجود يعني. وانا قيل ده في الفيلم ان اللعبة مش حقيقية وان الهواجس المرضية. بس صارت في كتير ناس يعني. بيلعبوها دي هم اصلا مرضى بقى انا ماليش دعوة خلاص. احكينا شوي عن هيك باختسارة عن ويجا. انا ويجا بالنسبة لي انا كان مستوقفني حاجات في الموروس بتاعنا احنا كعرب وكشر. حاجات كل ناس كتير بتتكلم عنها انها كلها صالحة. وانا شايف ان فيه حاجات كتير في الموروس مش كلها عظيمة. فيه حاجات في الموروس عظيمة جدا. مثل مثلا مفهوم الشرف عنا. مفهوم الشرف مثلا في الشرق او في الوطن العربي. مفهوم متخلف جدا شديد التخلق. وده موروس. انه دايما بيطبقوا الشرف بيختزلوا الشرف الى جسد الانس. وبنسمع كتير جدا عن فلان قتل بنته عشان قضية شرف. فلان قتل اخته عشان قضية شرف. عمرنا مسمعنا عن واحد قتل ابنه عشان قضية الشرف. وكأن قضية الشرف متعلقة بس بجسد الأنس. بس بالمرأة طبعا. في حين حتى الدين نفسه كان أكثر تحضنا من الموروس لما عمل عقوبة الزينة عمل مئة جلدة للاتنين في الإسلام مثلا. وفي المسيحية نفس الحكاية العقوبة واحدة. فالعجيب في الحكاية إن الموروس أكثر تخلفا حتى من الأديان. وبالتالي أنا شايف إن ليس كل الموروس عظيم. لا لابد من إعادة تنقيته وتنقيحه. ونشوف إيه اللي صالح فعلا لصنع المستقبل. وإيه اللي مش صالح وإيه اللي يعوق صنع المستقبل. نظرتنا للمرأة نظرة متخلفة. حاجرين على المرأة أكثر من آلاف السنين حتى هذه اللحظة. وكان النتاج اللي أنتوا شايفينه يعني لو أنت قلت القرن العشرين النتاجه إيه. مش هزائم كبرى عاشتها الأمة العربية. من هو المسؤول عن الهزائم الكبرى دي؟ الرجل العربي لأنه هو اللي كان سايح. هم يقولوا المرأة. لا الرجل المرأة لم تشارك في المسؤولية خالص يعني تقريبا. طبعا. إحنا عم نطالب على فكرة بيحقنا أنه نشارك في المسؤولية. تمام. فأنا ده بتكلم على الظلم الاجتماعي الواقع على المرأة. بتكلم على مفهوم الشرف إزاي نختزل قيمة عظيمة زي الشرف إلى جسد لمجرد جسد. ولو اختزلناها الجسد فليكن جسد الإنسان. الرجل والمرأة مع بعض. لكن مش جسد الأنسة بس. كان دي كلها مفهوم التسامح في الفيلم. مفهوم برضو كان بيقرقني أننا ما عمدناش قدرة على التسامح. وأنا طرح في الفيلم قضية أن أنا بيني وبينك شخصيا ممكن ألاقي مئة سبب يخليني أحبك ومئة سبب يخليني أكرهك. لو أنا قلت أنا وصلت للستوديو الساعة كاملة تتأخرت علي خمس دقائق كريتك. أنا عايز أكرهك هلاقي مبررات وهلاقي أسباب. لو عايز أحبك هلاقي مبررات وهلاقي أسباب. فإحنا بنبحث عن إيه هي دي المشكلة. فلابد إن إحنا نعيد تقييم نفسنا ونشوف إحنا بنبحث عن إيه. بنبحث عن الكراهية ولا بنبحث عن الحب. حض المرأة أمان. أكيد. شو بتكون المرأة بصفاتها لتعجبك؟ لا فيه صفات كتير طبعا مطلوبة في المرأة. أبرزة. الحنان. الحنان حاجة مهمة جدا في المرأة. الوعي. يعني ما عرفش أحب ستة مش وعية. ما عندها دمخ فضية. بايزة. في كتير من هون هالأيام. ايه كتير. بيقولوا وبيقولوا في نازلية بتقول إنه كوني جميلة واصمت. هذا إيش حاف بحق الجمال. إيش حرام؟ أكيد. كوني جميلة واصمت دي عصر الجواري. يعني شايفين المرأة كجارية إنها تكون شكله بس. أنا مشكلتي إن أنا كل النظرات اللي أنا ممكن أقولها في إنتربيوهات بتسقط تماما عمد التطبيق العملي. يعني بمعنى ممكن أقول لازم تكون وعية. لازم تكون معرفش شكلها إيه. لازم تكون حنونة. لازم تكون. وفي لحظات الحب ممكن. في ثانية ولا أنت بتملك إرادة ولا تملك إن أنت تقول هي واعية ولا مش واعية يا حلم. يعني أنت سريع العطب في الحب؟ أه طبعا. تنسى بسرعة؟ تنسى بسرعة؟ لا ما بنساش بسرعة. بس بقع في الحب بسرعة. وأنا شايف إن الحب أصلا ما ينفعش غير كده. يعني ما فيش حب في الدنيا بيجي بالمعاشرة. إن أنا أعرفك وتعرفيني ونقع مع بعض سنة عشان نعرف نحب بعض. الحب لو ما كانش كده بيجي زي البرء كده. فالفرق الوحيد بيني وبين البرء إن البرء يودي الأشياء ويختفي والحب يودي الأشياء ولا يختفي. فلو ما فيش كلكة كده من أول لحظة ما بيحصلش الحب. فأنا دائماً باعف الحب بهذا الشكل اللي هو في ثانية. وكل النظريات اللي أنا ممكن أقولها معاكي نظريات بقولك ما تصدقهاش. قدام قدام إمرأة جميل يا مسألة. مش مسألة جمال على فكرة. لا هي مش مسألة جمال. هي مسألة حاجة أنا بؤمن الحب قضاء وقدر. يعني منك لا تحب حين تختار ولا تختار حين تحب. من أنا مع القضاء والقدر حين نولد وحين نحب حين نموت. خالي اللي قال الجملة دي واحد من أكتر الكتاب كلاسيكية هو عباس العقاد. ومع ذلك هو بيربط الحب بال... كل شيء. بالقدر يعني. فأنا شايف إن القدر ده ملوش ما فيه. لا فكاك منه يعني. شو اللي بيلعب دور سلبي بعلاقتك بالحب؟ يعني بيمطلق أي علاقة عاشتها؟ شو اللي بيلعب دور سلبي؟ شو اللي بيخلي يصير فيه انفصال مثلا. مثل علاقتك بمنشلبي وصار فيه انفصال وكتير ربطوا هيدا الموضوع. يا بي والدتا. يا بي ابنك يوسف. لا بص اقول لك حاجة. أسباب اللي بيحبش اتكلم عنها يعني. دي أسباب خاصة وخاصة بي وخاصة بيها. هل إني هاو سببان؟ لا دا ولا دا. لكن هي دايما فيه ظروف ما، ظروف محيطة، مناخ عام بيبقى حواليك. ممكن يفسد العلاقة. فيه حاجات كتير جدا بتفسد العلاقات. شو فوبيا عندك؟ عندك فوبيا معينة. أنا ما عنديش غير فوبيا واحدة من المرض. بس. أنا لا بخاف من سلطة ولا بخاف من فقر ولا بخاف من الفشل. لا ما باين ما باين. ما بخافش من اي حدا. ما فيش حاجة بتخوفني في الدنيا غير المرض. الحاجة الوحيدة اللي بخاف منها. لأن دي ما حتش يدر عليها. خيانة مشروعة هو مثل مكمل حسيت لويجا. حسينا أنه في نفس الكنسبت نفس الهدف بس بطريقة تانية. يعني بيانت أنه في كمان مشكلة ثقة. هذه شغلة بتربط الفيلمين. بيانت بس ما فيه مسامحة. ما حدا سامح حدا بخيانة مشروعة كانت دوز أقوى. وكان فيه شغلة كمان تستهل التعليق هي الفلاش باك. في مطرح يعني بويجا كان فيه فلاش باك. بس كترته بخيانة مشروعة. أربك هالشي بعض الناس. يعني هني ما عمشوفوا الفيلم. ما كتير ربطوا الأحداث ببعضهم. يمكن حتى حسوا بدي يشوفوا مرتين. ده كويس ان نشوفوا مرتين ده حاجة. ده المقصود. لا لا لا. لا هو البناء البناء الدرامي المبني على الفلاش باك بيبقى بنا صعب جدا. ما هوش. طمعا. لأنك ازاي انت تتوقف الحدث. يعني الحدوثة مثلا وصلت النقطة معينة. وأنا مستني نتيجة الحدث ده. وأروح راجع أقول لك. آه ده ننسيت أقول لك. وأقعد أرجع لك ورا. لما كانش الفلاش باك مبني كويس جدا. بحيث ما يقعش إقاع الفيلم. الفيلم ممكن يقع في الملل واللخبطة اللي حضرتك بتتكلم فيها. أنا بتصور أن أنا نجحت في البناء بالفلاش باك لأن الفيلمين نجح ونجح جماهيري كبير. والنجاح الجماهيري معناه أن الناس استحسنت البناء ده. واستحسنت الطريقة دي. والأفلام الفيلمين دول ما كانش ينفع يتحكوا غير عن هذا. يعني بالطريقة دي. يعني لو أفلام تانية ممكن يعني. كتير مؤثر لما خي يضرب أخوه بالنار. يعني كان هاي دي بتصير. يعني أنت بنتيجة عم تحكي واقع حالنا ونحنا مسلمي بالموضوع. بس أوقاتنا ما منحب نشوف الصورة مشوهة. منحب نشوفها شوية مجملة. يمكن نسمع أنه ضرب خيه بالنار. بس منحب نشوفها. ما منحب نشوفها. طيب وليه مش منحب نشوفها ما هي دي مشكلتنا كعرب. أنا في رأيي. وهرجع لك كلام في الخاص والعام. إن مش هكنا كعرب إن إحنا عمرنا ما طلعنا تناقضاتنا وحطناها على الترابيسة. وقلنا إحنا مختلفين عن بعض فيه. دايما الكلام كله تحت الترابيسة. هذا يشهد لأيك إنك إنت دايما واضح. أنا بتصور كده. يعني أنا حتى إما جيت عملت العاصفة. استوقفني إن زروة تكسيدي المأساة العربية اللي حصلت. حصلت سومنتيجة اسمها حفر الباطن. وأنا تحليلي إن مشكلتنا ومأساتنا سببها إننا لم نحفر باطننا بعد. يعني أوروبا لما حفرت باطنها كلفتها حربين على مئتين. بس وصلوا دلوقتي اللي ما يسمى بالاتحاد الأوروبي. وبقى فيه شكل وحدة أوروبي. ده سببه إن هم حطوا تناقضاتهم على الترابيسة. كلفتهم حروب ماشي فليكن كل حاجة لها ضريبة. إحنا كمنا قدمين مش مستعدين ندفع ضريب. مش مستعدين نقول كل ما يعتمل في دماغنا وفي وجداننا ونحطه على الترابيسة والنقش. ويمكن ده سبب من أسباب تخلقنا سبب كبير. أنا رأيي إن أعلى حقاية الوجود قداسة اللي هي قضية وجود ربنا معرضة للنقش. فيبقى إذا كانت قضية وجود ربنا نفسها بتتناقش. فما بالك بأي قضية قدمة منها قداسة لابد إن إحنا نقش. وما فيش حاجة بعيدة عن نقش. ولازم نتناقش. ولازم نقول كل اللي إحنا عايزين نقوله وما نستخباش. لأن طول ما إحنا بندفن رأسنا في الرمبل وعمر لنا ما هنتقدم خطو. لا على المستوى الشخصي ولا على المستوى العالم. التنويه إنه حضرتك مؤمن. إنه ما عندك مشاكل مع رجال الدين. من وراء الأفلام اللي عم تنترح. من الحسنات الكبيرة لقلك بالسينما. هي إنك خلات أفلام الجوائز أو أفلام الهاتفة تحصد أرقام على شباك التذكر. هذه إيجابية كبيرة. يعني العالم صارت تروح لتحضر شيء لقيمة. والله أنا من أول لحظة كنت مستهدف ده. لأن أنا جاي من شارع السياسة والمعترك السياسة. والسياسة ده ما بتعلمك فن الممكن للفن. وبالتالي كنت عارف إن مخطبة الجماهير شأن مش سهل. وإن أنت تقدم حاجة أصيلة وحاجة محترمة. في ذات الوقت تدر يبقى فيه درجات للتلقي. والثقافات المتعددة تتلقاها بنفس القدر ونفس الترحاب. ده مسألة تقترب من المستحيلات التلاتة يعني. فأنا حاولت بقدر الإمكان إن أنا أفكاري تبقى سالسة. مهما كانت القضية كبيرة أحاول أبسطها بالمتلقي. فيها ترفيه كمان. فيها جزء ترفيه. لازم فن السينما حدوتة مرئية ده تعرفها العلمي حتى. حدوتة يعني لازم تعودنا كده لما أمهاتنا كبت قولنا حدوتة إن إحنا بنتسلّ فن نام. يعني فالفكرة بتاعت التسلية مهمة جدا. لازم أسليك ولازم أمتعك بصرياً. وبعدين قول اللي أنت عايزه بعد كده. قول الأفكار اللي أنت عايزها. قول الإشكاليات إطرح. أي حاجة أنت عايز تقولها قولها. ولكن بشرط أن تكون مسلّي وممتع بصرياً. دي السينما. فأنا بحاول أبقى مسلّي. إن بحكي لحدوتة بشكل مسلّي. وبحاول أبقى يبقى فيه إمتاع بصري. وبقول الأفكار اللي أنا عايزها. وينوت إنه يبقى فيه الثلاثة دول موجودين. حاولت أعمل ده. والحمد لله إلى حد كبير نجحتين. أنت بتناضل من أجل الطبقة الوسطى. أيوة. الطبقة الوسطى هي الهدف الأساسي من كل الأفلام. وهيدا شيء يمكن بكمان معتقداتك وتوجهاتك السياسية. بتقول كلمة هيك شوية يعني بتأثر بالفقير كتير. وبتأثر بالغني كتير. بتقول إنه هني أسوياء وهني كتير يعني معدن خفيف لحتى يكونوا نتاج فساد ونتاج إنحلال. ده صحيح؟ كل سري هيك. ليش تعميم؟ ده مش كل أنا عارض. كل تعميم خاطئ حتى تعميمي هزا. لكن الدراسات كلها النفسية والاجتماعية بتقول إن أكتر من 80% في المجتمعات الفقيرة اللي تحت حد الفقر بيطلعوا غير أسوياء. وأكتر من 80% في المجتمعات اللي فوق حد الغنى بيطلعوا غير أسوياء. ده ليه؟ لأن أهر الفقر أو رفاهية الغنى بيحولوا البناء أدمين بتبقى سهل إنهم يبقوا مرضى اجتماعية. بيعلوا دوز الإجرام يعني؟ لا بتتفشى الأوبئة الاجتماعية والأمراض النفسية في بيئة الفقر المتجع أو الغنى الفاحش. أما الطبقة الوسطى اللي في النص 80% منهم أسوياء بحكم إنهم عندهم بلانس عندهم في توازن نفسي واجتماعي وفي أمان. فدايما ودي دراسات كلها علمية ما بقولش كلام من عام دي إن المجتمعات في أي مجتمع في العالم كلما اتسعت رقعة الطبقة الوسطى كلما المجتمع بقى آمن. وكلما الطبقة دي تأكلت كلما المجتمع بقى غير مستقر. وبالتالي أنا بقول إن المجتمع العربي مشكلته إن عمالة تتأكل الطبقة الوسطى الناس كتير بيقعوا منها بينزلوا تحت حد الفقر وقليل منهم بيطلع فوق حد الغنى والطبقة دي عمالة تتقلص. فالطبقة دي مع تقلصها أنا بتصور إن إحنا على شافة هاوية. لو إحنا لم ندرك إن الطبقة الوسطى دي لابد أمتتسروا قطع مرة أخرى ولابد إن إحنا نجيب ناس تاني من الفقر من اللي نزلوا تحت حد الفقر نطلعهم تاني للطبقة الوسطى. معالج لا. لابد ومش هتعرفي تعالجي أمراض المجتمع العربي لا أمراض سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا نفسية. من هنا نبدأ. من غير ما تعالجي أمراض اللي خلت الناس الطبقة الوسطى تتاكل. بيقولوا وقالوا. بيقولوا. 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 ليش دعوة. ليش أنا. إن أكبر محذر من الفوضى هو أكبر مستثمر فيها. هي فوضى. إزاي. هي فوضى يعني يمكن عطى فكرة للناس لأنه. عطاهم فكرة أنه يهجموا على الشرطة ويعملوا بالدنيا. هناك كثير حسابات وتحليلات لها فوضى. أنا شخصيا لما شفت الفيلم ما حسيته. ما أخذت هيدا الجانب. الحمد لله. مثل ما قالت إنه المتلقي بيتلقى مثل ما هو يشايف. أنا شفت الشي بإيجابية إنما صعقت إنه هيدا الشي ممكن يكون صحيح. لأنه إذا كان صحيح نحنا بالهاوية. يعني إذا هالشي كله عم بصير تحت ستار وغطاء السلطة كوارث. ما أقولك حاجة يعني بص الفيلم في النهاية بيحذر من الفوضى. بيحذر من إن الوضع اللي موجود الآن هو وضع يعني أقل ما يقال عنه الفقر الفضيع. الظلم الفادح الظلم الاجتماعي الفادح اللي موجود القهر السياسي المبالغ فيه. هم فيه قهر اجتماعي يعني. فيه قهر اجتماعي فيه قهر سياسي وفيه يعني الظروف المحيطة بالمناخ العام بتاعنا كعرب حتى مش كمصر بس. هتلاقي فيها كل ده هتلاقي فيها القهر وفيها الظلم وفيها إحباط الشباب وفيها الحاجة. الفيلم بيتكلم على إن لو استمرت الأحوال كما هي عليه إحنا دخلين على فوضى عارمة لامتظر حرصا ولا زرعا ولا نسلا. يعني هتاخد فوشها مش السلطة بس هتاخد الشعب نفسه. يعني في مصر مثلا لما بتتكلمي على اللي موجود فيها أنت بتكلمي على 15 مليون عايشين في عشوائيات. بيقولوا هاي الكلمك اليوم. بيقولوا ما هي فوضى. هنعمل ده ونعمل ده ونعمل ده. الناس دي لو في لحظة مفجرت لو لحظة ما مفجرت مش هتخلي طوبة على طوبة في مصر. يعني ما عندهمش حاجة يخافوا عليها. وأنا لا عمدي مستقبل أخاف عليه ولا عمدي شغلان أخاف عليها ولا عمدي فلوس أخاف عليها ولا عمدي ملكية أخاف عليها. عندي بلد أخاف عليها. ما هو أنا أنا هنتمي البلد لا تنبت لي ما أأكله. يعني أنا ما باكلش ما بعمديش بالكاد حتى قوت يومي. وأنت ما تطلبنيش بوطنية هبلة. أنت لازم تنتمي للبلد وأنا مش لا أأكل في البلد دي. يعني لازم برضو نكون عقلانيين وهنا بنتكلم على فكرة. طب البعض بيعتقد أنه هيك عميلته بلقمة العيش. عن السياسة. لا ما هو يعني هما الحكومات صحيح في بعض الأحيان بتعمل الكلام. بس اللي حصل دلوقتي إن فيه تجويع إن المسألة وصلت خرجت عن نطاق السيطرة. كانوا بيلهوا الناس على إنهم يجروا على لقمة العيشهم. لغاية ما وصل دلوقتي خلاص الناس مش لقيين لقمة العيش. فلما ما يلقهم. هيبروا عليهم بقى. فهنا الفوضى اللي احنا بنحذر منها لأن كلنا مضرورين منها مش السلطة بس. المناخ العام سيء ولازم نكون معترفين بده ولازم نحطه على الترابيزة والنقش. اللي معارضني في ده يناقشني. يعمل فيلم تاني يقول لا المناخ مش سيء. أو يرد علي بمقالة أو يعني. يعني ونتناقش. احنا أصحاب وطن واحد. يعني رأيه والرأي الآخر. احنا أصحاب مصلحة. مانيش واحد من إسرائيل. أنا من البلد ديت. ولي أولاد في البلد ديت. خايف عليهم وخايف على مستقبلهم. إما بعمل الأفلام دي بعملها عشان أنا خايف على المستقبل وخايف على أولادي. مش بعملها عشان أنا عدو للبلد دي ولا عدو لقناعتها ولا عدو لمنظومة القيم بتاعتها ولا. يعني مانيش راجل عدو للوطن. ده أنا ابني من أبناء الوطن اللي خايف عليه. وليه رؤية قد تكون صحيحة قد تكون خاطئة من وجهة نظر البعض. عليه أن تعال نتناش. بلاش نتهم بعض دايما إما نختلف بأن أنت مش وطني وأنا وطني أكتر منك. مفيش حد وطني أكتر من التاني. لا في مزايدة بالوطن. بالزبط لا في مزايدة في الوطنية ولا في مزايدة في الدين. أنا الاتنين دول ما بقبلهمش. في جملة كتير مغضومة بالفيلم من ضمن الجملة كتير. في بتقل هي السينما تبقى سيمة من غير بوس. هايدي نظرية فرويد للإحاقات الجنسية. ما أنت بتركز كتير على هيدا الموضوع. قديش برأيك أنه الارتكاز يعني هون أنت عم تلهي ناس عن شي بشي. يعني أنا إذا عندي فيلم عم قدمه. عم قدم قضية وهدف معين. إنما عم بلهي الرقابة بشوية إحاقات جنسية. بشوية أوريين. لا لا ما بتبقىش كده والله. أنت ليه حاسة أن أنت بتعمليني كمؤسسة أنا في دماغي بقى. بقعد أعمل وسائل. أنا بسأل. المسألة مش كده خاصة. أنا بسألة. أنا موضوع البوس ده استفزني من الأسادة لصناعة السينما الجودات دول. اللي بيتكلموا على السينما النظيفة. إن السينما النظيفة اللي مفهش بوس. يعني يعملوا فيلم تافه. وبيسطح العقل. وبيسطح الوجدان ويغايب العقل. ويكونوا حابين بعض وقعدين على. وقعدين بينهم وبين بعض كده. مافيش لمسة إيد بينهم. وفيلم تافه جدا وبجد يخرب وجدان الأجيال الجديدة. ويقولك ده فيلم نظيف لأنه مفهوش بوس. هيدا لا صالح الشيوخ الحسبي. آه فأنا أنا بقول. مش لا صالح السينما. فأنا بقول لا السينما. مش شرطة أبدا فيلم إن فيه ولد مسك إيد حبيبته في فيلم بقى فيلم وسخ. والفيلم اللي مفهوش مسكت إيده بقى فيلم نظيف. لا. فيلم السينما سينما في النهاية بتعبر عن الحياة. وفيه مصداقية لازم الناس تصدقها هوية بتشوف الفيلم. فما فيهاش حاجة نعمل إباحة إن أنا أخلي بطل يمسك إيد حبيبته أو يحضنها. السوامل أكتر. يعني قفي أكتر من إنه مسك إيده وحضنة في فيلم هي فوضى فيه مشاهد جريئة. فين؟ بالسجن. سجن النسا. السجن النسا عايزة واحدة يعني أنت في حجز اسم متهم في شبكة دعارة. عايزة أقدمها محجبات يعني ولا أقدمهم إزاي يعني. وهم شبكة دعارة لازم يكونوا لابسين كده ولازم يكون تصرفاتهم كده. يعني طبيعي جدا أنا أنا ما بقدم الواقع بقدمه زي ما أنا شايفه. ما عودش أجمل فيه وأعمل فيه وأقول ده الرقابة هتقول ولا الناس هتقول لا. أنا بحب إن الفني يبقى سادق بحب يبقى واقعي جدا. بحب أقدم الصورة كما رأيتها. لما أقدم شبكة دعارة بتبقى شبكة دعارة. بيبقوا لابسين كده وبيتكلموا مع بعض كده ولما بيشتموا بعض بيشتموا كده. وإلا الناس مش هتصدق. الناس مش هبل. شخصية حاتم. اللي مالوش خير في حاتم مالوش خير في مصر. آه. أوكي. الشخصية فهمنا شو المقصود منا بس الجملة يعني يكلوها بفسر عزوقه. بدنا نعرف أنت تفسيرك لها. ده إيجو السلطة يعني اللي بيقعد على كرسي السلطة بيتحول مع الزمن لنصف إله إلا ما يكون إله. بيتحول مع أنه حاسس أنه مصلحة البلد كلها هي مصلحة. بس أنت ما جبت حاتم هو رأس كبير. جبته من الزابط شرطة صغير. أوكي زابط شرطة صغير ولا أمين شرطة مش. المشكلة فيها هي القضية قضية. المشكلة بالعناصر الصغيرة مش بالقيادات. لا المشكلة ما كانتش فيها تحديد هي القيادات ولا هي اللي مش القيادات. المشكلة هي رمز للقهر. رمز للسلطة في كل الأحوال. ممكن يكون على فكرة الفيلم بيناقش قضية مالهاش علاقة بأسام الشرطة أصلاً ولا بوزارة الدخلية. ممكن يتكلم عن وزارة الصحة وطلع لك نفس النموذج برضو. إن السلطة سلطة في أي مكان. والفيلم بيناقش يعني حاتم هو رمز لهذه السلطة. اللي هي بتقهر وعمدها أمراض وعمدها هواجس نفسية. وعمدها حاجات كتير جداً هي اللي مضيعة مستقبل البلد. فما كانش المقصود بيها رجل الشرطة من حيث رجل الشرطة. هي فوضى هو جزء كمان من حينها ميسرة. يعني أو حينها ميسرة مكملة هي فوضى. تقريباً. تقريباً إخدين نفس الخط الفيلمي. هلو هيكون هيدا شي سلسلة أفلام يعني هيكون تركيزك على هيدا الموضيع. على العشوائيات على الطبقة الوسطى على الفقر القاتل. أتمنى يعني أتمنى أننا قدر أعمل سلسلة من الأفلام لأن القضية دي زي ما قلت لك قدقية قضية مهمة جداً. وقضية بتعميني. وقضية أنا أشايف أن أنا منتمي للناس ديت. وأنا بطالب نفسي أن أنا على قد انتمائي للناس ديت. أقدم لهم ليعبر عنهم بجدد. كيف تجري أبحاثك؟ بتروح للسجوم؟ للعشوائيات؟ ده بدخل السجن. شو بتعملها؟ شو هي الجنحة اللي؟ لا أنا جريمة. لا كارثة. بدنا رأيك تطلع. لا بجدد. بتروح للسجون. عندك أكسس على السجل معي. تشوف شو عم بيسير. على المسجولين بتحكي معهم. بتقرأ صفحة الحوادث كل يوم. لا تشوف. يعني الحاجات دلوقتي. يعني مش شرط أن أنت تشفيها بعينك. فيما يتعلق باللي بيحصل داخل السجون. يعني حاجات معلنة وفيها قضايا. والقضايا دي أتقسم. وينظرها القضاء. وبيحكم فيها بأحكام قاسية جدا. على الزباط اللي انتهك والقانون. يعني حاجات كلها. روايات كلها. الشهود بتاعتهم موجودين. منظمات حقوق الإنسان. والتقارير بتاع الأمم المتحدة. كل الحاجات دي كلها. ما بتقريها بتقدري تعرفي يعني. لكن أنا بحاسي بتبقى بتتعلق بالاقتراب من البنادمين نفسهم. يعني لما أتكلم عن العشوائيات. أو أتكلم على الطبقة الوسطى. لازم أكون عارف الناس دي مش اتفرجت عليهم. في فرق على فكرة من أن أنت تعملي فيلم مثلا عن طبقة زي طبقة العشوائيات للناس اللي تحت حد الفقر. فتعملي فيلم بيتفرج عن الناس دي. وفيه فيلم بيعيش مع الناس دي. وتصور هوني كمان. ما هالفكرة ما همش المسألة إن أنا أصور ما أنا قلتلك. ممكن أصور بعين متفرج. ما تفرج عن الناس. وفيه فرق بين عيني متضمنة مع الناس دي. ويتحبهم. وعيش في وسطهم. أنا عايش في وسط الناس دي وأنا بصور. ومتضمن مع عضاياهم. فعشان كده طلعوا بالشكل ده. طلعوا بالشكل السادق اللي الناس صدقته. مش واحد أجنابي جاي صور العشوائيات ويصورها. ويقول فيه عشوائيات وفيه فقر وفيه. نموذج. لا أنا أنا بصور الناس بنا عدمين أنا بحبهم جدا. وأنا متضمن مع قضاياهم لأنهم في النهاية بنا عدمين هم أصحاب الوطن ده. ولهم حقوق فيه مش واخدينها. فأبحاثي دايما بتبقى عبارة عن إن أنا بعيش إنسانيا مع الناس دي. يعني أنا من أيام الجامعة وأنا كنت بعمل بحوث ميدانية. بنزل العشوائيات وبشوف بيعيشوا إزاي. ولي أصحاب منهم وبععد هناك أكل وأشرف وأشوفهم عايشين إزاي. كنت شرب أروح أتفرج برضو عليهم كنت بعيش معهم. وبالصدفة الرصد ده جي من حالة التأمل إن الواحد تعود عليها إن هو بيتأمل دايماً اللي حواليه. فأنا من معايشتي ليهم تأملتهم. فلما تأملتهم حسيت بهم أكثر. حين ميسرة كثير أثار الجدل. بالنسبة لك هيدا اعتبرتهم من أهم أفلامي. الرقابة تهمت معك بحين ميسرة وهي فوضى بالتساهل. قداش برايك أنت عم تاخد حقك مساحة مساحة إبداعية حرة؟ لا مش بالتساهل هي ما تساهلتش هي كتفي معركة. الحمد لله أنا خرجت منها ممتصر بس مش أكتر لكن هي كتش متساهل خالص على الإطلاق يعني. الرقابة في النهاية بتعبر عن موقفها السابت إن تدافع عن ثقافة السلطة. ضد أي انتقاد. وإحنا من عكسها تماما بندفع عن سلطة الثقافة ودائما في حرب ما بين الإبداع والرقابة طول عمرها يعني. مش أنا اللي اخترعتها يعني. وفي المعركة ديات أنا كنت سابت الحمد لله. وكان ظهري قاول إن معايا منتجين. قالوا لي ما تخافش لو الفيلم اتمنع مش هنخسر كتير يعني بيعينه كويس. فأوه ظهري خلوني أنا أحارب المعركة وأنا مش خايف. أنا ممكن أخاف على المنتج إن هو هيخسر لو الفيلم اتمنع. فلاقي نفسي مهزوز وأنا بتكلم مع الرقابة. لأ أنا مكنش مهزوز وكنت يعني بستميت على حقي في إن أنا يظهر على الشاشة كل ما صورته ورأي كاملا ورؤيتي كاملة. والحمد لله انتصرت في الآخر إن أنا عرضت الأفلام زي ما أنا عملتها فمش مسألة التساهل. الناس فهم إنها المسألة أنا عرضت على الرقابة والرقابة وفقيت. لا أنا عدت هنا ست شهور وهنا ثلاث شهور عذابات مع الرقابة. وبالما الفيلم تظهر بالنور يعني. من هو مثقف ليس بالسلطة. ما بتلاقي إشحاف بحق المثقفين الموجودين بالسلطة. يعني كمان هم نرجع على مشكلة التعميم. إنه أصحاب المناصب أصحاب المراكز أصحاب الخبرات أصحاب الشهادات. أنا بتكلم على المبدع مش على المثقف بشكل خاص إن ما قلت. لأن الإبداع حالة من الحلم بواقع أكثر جمالا. أكثر تقلقا أكثر تحضرا. لما أنت بتحلم بواقع أكثر جمال لابد أن تكون متصدم مع الواقع حتى لو كان جميلة. فينفع إن أنت تبقى مساند لسلطة وتقول إن أنت حالم بواقع أكثر جمالا. حتى لو كان الواقع جميل. يعني في مرحلة قلت فيها أنه أنت ناصر إيه إنما لو كان هلأ نحن عايشين بزمن عبد الناصر. أنا لو كنت إيه مع عبد الناصر كنت أبقى معارض وهبقى على يسار النظام. لازم أبقى لازم أي مصقف أو أي مبدع بتصور. وفيه استثناءات طبعا لأنه كل تعميم خاطئ. إنه لازم يبقى على يسار السلطة دايما لأنه لازم بيبحث هو عن الأجمل. حتى لو كان اللي بقولك السلطة جميلة أنت تبحث عن الأجمل فلازم تتصدمي مع الله. لكن هتبقى في كنف السلطة بيسقط عنك صفة الإبداع. تبقى أنت بتحلمي بإيه إذا قدت أنت بتقري معهم إنه ليس في الإمكان أبدع من مكان. أبدع من اللي موجود. خلاص سلمنا يعني بالأمر الله. إنه ليس مبدعة. إنه ليس مبدعة. إنه ليس تحلميش. ليس لديك قدرة على الحلم. لذلك دايماً المثقفين الكبار والمبدعين الكبار دايماً ستجدهم على يسار أي سلطة. قلة من الأشخاص ما بيعرفوا يواجهوا نفسهم وأفعالهم. عندهم مصدوجية. هل أنت واثق طبعاً مما تفعل ومما تقدم؟ أنا شأني شأن كل المثقفين العربي اللي عندهم مصدوجية ولا أبدا أبرق نفسي. وأستاذنا نزل قباني زمان لما سألوه عن أفكاره. هل أنت بتقدر تطبق هذه الأفكار على بيتك وعلى أمراتك وعلى أولادك؟ قال لهم رد لطيف جداً. قال لهم كيف لي أن أولد أو أعيش في منجم فحم ولا تلوث سياب البيضاء؟ نحن كلنا ملوثين بازدواجية. جزء من المجتمع. لكن أنا بحارب طول الوقت إن أنا أتخلص من تلوث الموجود جوايا من الموروس المتخلف. لأن فيه موروس عظيم. مش كل الموروس متخلف. فيه موروسات عظيمة وفيه موروسات متخلفة. وهو كيف تأسألك عن إيجابيات. يعني إحنا إذا بنا اليوم نعمل فيهم غير الخيال غير المثالية بالحب والرومانسية. إذا بنا نعمل فيهم عن إيجابيات مجتمعنا. شو بيولد؟ لا عمدنا في الشخصية العربية أو الشخصية المصرية يعني فيه إيجابيات عظيمة جداً. نعمل فيهم إيجابي يعني. إحنا عندنا شعوب متحضرة جداً لأن لما تتكلمي عن شعوب عمرها خمس تلاف سنة أو سبع تلاف سنة، أنت بتتكلمي على أصل الحضارة. وفي النهاية التحضر أجينات بتنتقل من جيل لجيل وتراكم خبرات. فالشعوب دي شعوب من أجمل شعوب العالم إن لم تكن أجملها بجد وده مش فنية مني. يعني التاريخ اللي بيقول كده وحقيقة التاريخ اللي بتقول كده. لكن ده مش معناه أبداً إن أنا أرتكن إلى هذا الجانب وأشوف الحكاية كلها بيضة. لا بشوف كل النقاط السوداء اللي موجودة في هذا الصوب وأريد أن أخلص هذا الصوب الأبيض منها. وده طبيعي إن ده دي مهمتي إن لو أنت بصى المستقبل لازم تشوفي إيه المعوقات، إيه الحاجات المتخلفة إن إحنا لازم نتخلص منها. وده دورنا مش إن أنا دوري أنا مش إعلامي. أنا مش إعلامي عشان أطلع أقول الصورة حلوة إزاي والسلطة حلوة إزاي والإنجازات والكباري حلوة إزاي. أنا ده مش دوري أنا دوري أبقى طول الوقت أطرح إشكاليات أطرح مشاكل أطرح هموم وطن هموم مواطن أصلت الضوء على إشكالية بتؤرق الناس ده دوري. كيف بتشوف وضع الأم العربية بعد عشرين سنة؟ بعد عشرين سنة هيكون تخلصنا من الكابوس الكبير اللي اسمه انفراد أمريكا بسيطرة على العالم. وأعتقد إن ده مين هيسيطر؟ هيبقى بتصور وقد أكون مخطئ بس ده الفيجن بتاعتي دي رؤيتي إن العالم هيبقى متعدد الأقطاب هيبقى فيه روسيا هترجع كوة عظمة، الصين هتبقى كوة عظمة، اليابان كوة عظمة، أوروبا بكواتة ألمانيا كوة عظمة، أمريكا كوة عظمة، هيبقى فيه خمس قوة هتتناهش جسد العالم صحية. هتخفها الوطأ بالضبط، لأن زمان مش زمان من قبل سنة 91 كان فيه قوتين هي لتحذفتي وأمريكا كان عامل نوع بالبالنس في النهاية. لما انفردت أمريكا بالعالم انتشرت العشوائية اللي أنا بتكلم عليها في حين ما يصير عرفك. إن شاء الله منضل طيبين ومنذكر بعض كبانا بس يك منطمن يوسف وأنا بطمن ولادي إن شاء الله بعد عشرين سنة. يا رب. كيف بتشوف مشهد لبنان السياسي اليوم؟ يعني مسير للألم ومسير للحزن. أنا لايتعلم اللبنانيين الدرس الكبير بتاع درس الحرب الأهلية شيء مسير للغرابة ومسير للدهشة. إن يتقتل مرة أخرى بأسباب طائفية ناس في الشوارع ويرجعون هذه الزكريات الأليمة من السبعينات حتى التسعينات شيء مخجل لا يليك بلبنان كوطن من الأوطان اللي إحنا بجد من وباهي بيها إن إحنا عمدنا في وسط الوطن العربي برغم كل القمع اللي موجود فيه وطن إلى حد ما الديمقراطي. وطن فيه تجانس ما بين مسيحيين ومسلمين وشيعة وسنة ودروز يعني وطن متعدد الأجناس ومتعدد الديانات وقادر يبقى فيه هذا التجانس الجميل. صحيح كلفته حرب أهلية تعلم منها درس كبير بس اللي يحدث دلوقتي كمان مدعم من الخارج. استغلال طبعا القوة الخارجية واضح جدا يعني لبنان بتتنهشوا قوة من بعيد ومن قريب لكن أنا بأربق بأهر لبنان وبواطن لبنان إن هو ما يكونش يتعلم الدرس القاسي بتاع الحرب الأهلية وإن يرجع لرشده لأن الوطن ده ما ينفعش يتفجر. من وجهة نظرك كشخص يساري كيف بتلاقي يعني مقاومة بالألاف بس وفي كتير عرب أم يتخرج وملايين العرب. ما هو يعني بصي أنا في العاصفة مثلا قبل تحرير الجنوب بعد تحية لحزب الله في الفيلم نفسه قلت تحية للمرابطين على باب الخدس حزب الله. يعني هي طبعا نقطة مضيئة جدا في تاريخنا الانتصار المقاومة اللبنانية على العدوى الصهيوني وبنباهي بيها لكن برضو فيه خزي زي ما أنت بتقول وفيه عار على كل الشعوب والأنظمة العربية أنها تعطي تفرج على فريق قد كده بيحارب كوة جبارة زي إسرائيل ولا يتدخل أحد حتى باليارد بالسلاح ده حتى بالبيانات التأييد ما كانش فيه بيانات تأييد كان فيه بيانات ضد كمان هذا التوجه. فالمهم يعني أنا عايز أقولك أن المشهد اللبناني مسير للحزن وبتمنى أن احنا نخرج من النفأ المزلم ده وبتمنى أفق مختلف الواقع اللبناني يفكرنا بأن احنا عمدنا وطن في وسط الأمة العربية وطن الديمقراطي قايم على كبور الآخر وعلى التعددية وعلى احترام رأيي الأغلبية ممكن تكتب فيلم عن الواقع اللبناني ومسلوم ومسلومين لبنانيين أتمنى عندك بلشت الأفكار هيك لا ما عنديش أفكار لكن أتمنى لو جات لي فكرة طبعا نعملها فورا رح نحكي عن آخر أعمالك الرئيس عمر عم يتصور حاليا خبرنا شوي هل هو شبيح بحيث هي فوضى حين ميسرة مكمل نأملوش علاقك خالص مالوش علاقك حنشوف شوية رومانسية نرجع شوية عم نشتهلك بالرومانسية اللي عنو لا وفيلم مش كده خالص هو فيلم مختلف تماما عن كل الأفلام اللي عملتها اللي كتبه هاني فوزي وابطولة هاني سلامة وخالد صالح واسمايل خشاب وغد عبد الرازي والفيلم بيتكلم عن عالم الكازينو وعالم الأمار بس القضية طبعا قضية ما تهمنيش على الإطلاق عشان نقشها لكن هاني فوزي ما كتب الفيلم وده اللي عجبني وخلاني أعمل الفيلم الحياة كاملة جوه كازينو وعامل معادل موضوعي للحياة جوه كازينو يعني المعادلات الحركة اللي بتدير الحياة هي صراع الخير والشر هتلاقيه جوه كازينو شهوة الربح موجود جوه في الحياة موجود جوه كازينو شهوة الجنس موجودة جوه كازينو البقاء للأقوى اللي هو قانون الحياة موجود جوه كازينو يعني كل قوانين الحياة هي معالم الحياة يعني فالعالم الكازينو هو معادل للحياة وبيناقش الفيلم قضية مهمة جداً هي قضية فلسفية لحد ما هل هواجس الشر اللي جوانا هي اللي بتديره بكون ولا نوازع الخير لأنه في عند الشخص يعني وهيدي يعني أنا بيخدها من كلامك أنه ما يوازي بيقدر بعضهم في خير وفي شر طبعا بالضبط فدايما في الواقع اللي حوالينا ده اللي بيحصل في العراق اللي بيحصل في لبنان اللي بيحصل في أفغانستان ده فعل ربنا ولا الشيطان ده سؤال بتلاقي بنفس الوقت هيدا الشخص اللي هو شرير وعم عم يعمل إشياء غلط مغروم مثل الحاتم بيحب يعني عنده قلب بينبض بيقدر يحب كلنا فينا الخير والشر فالفيلم بقى بيناقش ده بيناقش البشرية دي بتدارس زي الكون ده بيدارس زي بالخير بناوازع الخير ولا بهاجس الشر كمؤلف عندك هلأ كمانا شيء قيد التحذير يعني يعني تكتب انت قارئ جيد لا عندي أفلام عندي مشروعات عندي الأندلس ده كتبته كان مشروعك 2007 تأخر تأخر عشان الانتاج لأنه فيلم عايز تكلفة انتاجية كبيرة جداً عايز أكتر من 10 مليون دولار وعايز تكلفة 3-4 أفلام حروبه ما حروبه لأنه بيكلم على سكوت الأندلس الكارن الخمستاشر فيلم تاريخي وفيلم لو ما أنا ما عملتوش كما يجب أن عن الملك عبدالله الأحمر عبدالله بن الأحمر اللي هو عبدالله الصغير اللي هو آخر ملوك غرناطا والفيلم هو بيتكلم على آخر نقطة تحتكاك ما بين الشرق والغرب يعني سكوت أو ادمحلال الحضارة العربية وبزوغ فجر الحضارة الغربية كان في اللحظة دي فده كان آخر لحظة تحتكاك ما بين العالمين دول وكان تسليم مش على الحضارة يعني البشرية طول عمرها في حضارة فرعونية سلمت بعد كده الحضارة الإغريقية الحضارة الإغريقية سلمت الحضارة العربية الحضارة العربية سلمت الحضارة الغربية فالنقطة دي نقطة مفصلية قوي أعتقد أن احنا مستمرين فيها حتى زي اللحظة الصراع ما بين الغرب والشرق وتسليم مش على الحضارة من عمدنا ليهم فالفيلم بيناقش هل تطور البشرية مرهون بصراع حضارتها ولا بتواصل حضارتها لأن خدي بالك أن فيه طرح جديد موجود وياريته طرح فكري بس لكن طرح كمان في إيده أكوى سلاح في العالم اللي هو أمريكا بوش متبني نظرية أن تقدم البشرية ده مرهون بصراع حضارتها لأن لابد من صحق حضارات متخلفة زي الحضارة العربية والحضارة الهندية وتصدير مفاهيم قيم الدموقراطية ليهم لأنه دون ناس متخلفين وبيجيبوننا إرهاب وبيجيبوننا حاجات وحشة جدا فإحنا لازم نصحق شرق أوسط جديد لازم نصحق منظومة القيم اللي بتحكم الحضارات ديت ونصدر لهم القيم الدموقراطية الغربية فده أنا رأيي يدمر البشرية يدمر البشرية أنت رجعت للبداية فأنا رجعت للبداية أن عايز أثبت أو أقول رأي آخر أن تقدم البشرية مرهون بتواصل حضارتها وليس بصحق حضارتها أن الحضارة هي حلقات متصلة وليست منفصلة وأن دايماً الحضارة الغربية اعتمدت في أساسها العلمي على المنهج العلمي اللي عمله ابن رجد في شروح أرستو يعني كل الحضارة الغربية فصل الدين عن الدولة والحاجات الشرارة الأولى كانت فصل الدين عن الدولة بداية التقدم الأوروبي كان ناتج من شروح أرستو بتاع ابن رجد يعني الأساس العلمي نفسه اللي بنوا عليه حضارتهم كان ناتج من الحضارة العربية وبالتالي فيه تواصل حضارات طول الوقت هو اللي بيقدم البشرية وليس صحق حضارة الآخر والاعتراف بحضارة الآخر وبثقافة الآخر والاعتراف بالآخر بشكل عام هو اللي بيقدم البشرية لقدام لكن صحق الآخر هو اللي يرجع البشرية لأصول الغابة فالفيلم يتكلم عن كده وكمان فيه وجامع على الممثلين العرب يعني رح يكون فيه ممثلين ما بعرف إذا الكاست بعده هو ذاته بس فيه ممثلين من سوريا فيه ممثلين من كل برد العرب في كل يعني فيه فيه ترشحات كتيرة في محاولة لإشراك كل الأمة العربية في هذا الفيلم يعني لحتوى حد العرب هيدا نتمنى حتى نحتمل إليه ما حدا قدر يعمله نعمله نظريا حتى في فيلم مدام مش عارفين نحن هو على الأرض الواقع يعني نحنا بدنا نشكر حضورك معنا بدنا نهنيك على كل الأفلام اللي عملتها اللي هي هاتفة سواء كان نشاركك الرأي أو نخالفك الرأي إنما يشهد بأنه هالأفلام هي على مستوى عالي جدا بالسينما وكمان بالفكر نقدر فكرك العربي والعروبي ضد الأمريكي وبدأ أشكر وجودك ببيروت ورحب فيه كمان كلمتك الأخيرة لكل المشاهدين اللي عم شوفوك ميخالي الأي ارتي أنا سعيد جدا أن أنا موجود هنا وسعيد جدا أن أنا موجود في بلد عربي وشعب عربي شقيق وبتمنى للبنان الخروج من هذا النفق المسلم وأتمنى لها مستقبل أفضل بكتير من اللي احنا شايفين شكرا خالد يوسف شكرا لكم مشاهدينا نلتقي على خير بحلقة جديدة من فاين